اهلا واسلام بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري نقل تلفزيون الجزائري صلاة الجمعة الثانية للشهر الفضيل عبر قنواته التسع مباشرة من مسجد باريز بحضور جموع المصلين من مختلف الوصول والجاليات حيث ذكر الإمام عبدالله برارحي بقيم التسامح والرحمة والتضامن والمحبة والسلام التي تطبع دينا الحنيفة شعائر الصلاة الجمعة حضرها عميد مسجد باريز شمس الدين حفيز وسفير الجزائري بفرنسا سعيد موسى انطلقت أمس بالزاوية الهبرية البلقيدية بوهران الطبعة الخامس عشر لسلسلة الدروس المحمدية التي تتناول هذه السنة موضوع ضوابط التفسير ومدارس المفسرين بمشاركة كوكبة من العلماء والفقهاء والأساتذة من الجزائر والوطن العربية كما ستعرف الدروس والمحمدية هذه السنة جلسات علمية تجمع المحاضرين بطلبة الزاوية البلقيدية الساهرة على تعليم القرآن الكريم وتدريس الشريعة والفقه الإسلامية نظم أمس المركز والعربي الإفريقي للاستثمار وتطوير مأدوبة إفطار على شرف مجموعة من السفراء إلى فارقة بالجزائر ومتعاملين اقتصاديين وخبراء ترسيخا للعلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية المبادرة كانت فرصة للتعريف بالمنتجات الجزائرية والموروث الثقافية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة بأربعة شبكات إجرامية وحجز ثمانية كيلوغرامات من الكوكاين ومائة وخمسين كيلوغراما من القنة بالهندية في عمليات متفرقة عبر الوطن العمليات التي نفذتها الوحدات العملياتية المختصة للأمن الوطني مكنت من توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم حيث تم حجز خمسة كيلوغرامات ومائة وخمسة وستين كيلوغراما من الكوكاين الكمية التي تم حجزها بولاية المسيلة كانت مخبأة بإحكام داخل تجويف قاعدة مركبة سياحية كان يستغلها المشتبه فيها الذي يبلغ 37 سنة وينحدر من ولاية المسيلة دوليا أعلنت التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه إيكوكو أنه تم الاتفاق على انعقاد دورة السابعة والاربعين القادمة إيكوكو بمدينة توليدو الإسبانية وتعد هذه الندوة السنوية التي تنظم في مدن أوروبية مختلفة منذ عام 1975 أهم تظاهرة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي وبالمغرب وبمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الشارع ينطفض في عدة مدن مغربية في مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بتطبيع المخزن مع الكيان السهيوني ودعما لفلسطين في كفاحها ضد الاحتلال وذلك تحت الشعار لنجعل من يوم الأرض يوما للغضب ضد الاستعمار السهيوني وضد التطبيع إلى هنا مشاهدين ينتهي موعدنا الإخبارين نلقاكم في عدة لاحقات جامعا اشتركوا في القناة